يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعض أيها الإخوة المؤمنون ما أعظم نعم الله علينا لقد استقبلنا رمضان ثم ودعناه وما هي إلا فترة وجيزة من الزمن وإذا نحن نستقبل رمضان مرة أخرى أيها الإخوة ولو نظرنا من حولنا لوجدنا أن بعضاً ممن أدرك رمضان الماضي أصبح من أهل القبور وربما البعض منا في هذا العام ممن يقدر الله له أن يصوم رمضان كاملاً يقدر الله أن لا يكون من أهل الدنيا بعده فيكون آخر رمضان يصومه ويقومه ولب استشعر كل منا هذا الأمر واستعد للموت بعد رمضان أو في أثنائه وصام رمضان إيماناً واحتساباً وقامه إيماناً واحتساباً لنال السعادة والفوز بالجنة أيها الإخوة لطالما حدثنا أنفسنا باهتبال فرصة رمضان ولكمنيناها بصلاحها فيه ولطالما عهدناها قبل دخوله بأوبة حق وتوبة صادقة ودمعة حارة ونفس متشوق ولكن كلما أتى قضى الشيطان على الأمنية ونقضت النفس الأمارة بالسوء عهدها وغدرت فثابت ليالي وأياماً رجعت ثم عادت لسالف عهدها كأن لم تغنى بنور رمضان وضيائه وها نحن أيها الأحبة يتالعنا شهر رمضان موسم من الخير جديد فأي رمضان يكون رمضانك هذه المرة هل هو رمضان المصوفين الكسالة أم رمضان المسارعين المجدين هل هو رمضان التوبة أم رمضان الغفلة هل هو شهر الصيام والقيام أم شهر الموائد والأفلام أيها الإخوة إن الاستعداد لرمضان يكون بمحاسبة النفس على تقصيرها سواء في تحقيق الشهادتين أو تقصيرها في الواجبات أو تقصيرها في عدم ترك الشهوات والشبهات فيقوم العبد سلوكة ليكون في رمضان على درجة عالية من الإيمان والتقوى وليكون نصب أعيننا أيها الإخوة أن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار وقد قال سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في الصراء والضراء والكاظمين الغيث والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعله هم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وقال تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم شهر يفوق على الشهور بليلة من ألف شهر فضل التفضيل ثوبى لعبد صح فيه صيامه ودع المهيمين بكرة وأصيلا وبليله قد قام يختم برده متبتلا لإلهه تبتيلا نعم إنه شهر البركات والرحمات فرمضان شهر الطاعة والقربة والبر والإحسان والمغفرة والرحمة والرضوان والعتق من النيران ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وصلسلة الشياطين رمضان فيه إجابة الدعوات وإقالة العسرات قال صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم رواه أحمد وصححه الألباني لهذا كان بلوغ رمضان أسمى أماني سلفنا الصالح قال معلّى بن الفضل عن السلف أنهم كانوا يدعون الله عز وجل ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ويدعونه ستة أخرى أن يتقبله منهم ورمضان شهر الصخاء والجود والإحسان يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في كل ليلة فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة متفق عليه أيها الإخوة من الناس من لا يعرف ربه إلا في رمضان فلا يتنفل ولا يقرأ القرآن إلا في رمضان وبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان وصنف آخر يستقبلون رمضان بالضجر والتضايق والحرج على أنه شهر جوع نهاري وشبع ليلي رمضان شهر الشعور بإخوانك المسلمين فهل شعرت بإخوانك في مشارق الأرض ومغاربها؟ لابد للمسلم أيها الإخوة الصائم أن يشعر بآلام إخوانه المسلمين وأن يستشعر حال إخوانه في كل مكان فإذا جاع تذكر أن آلاف البطون جوعا تنتظر لقمة وإذا عطش تذكر أن آلاف الأكبان عطشا تنتظر قطرة من الماء وإذا لبس في العيد تذكر أن آلاف الأجساد قد لحقها العري يشعر بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه أن أعطاه الصحور والإفطار وغيره محروم أن ألبسه وغيره عار فالحمد لله على نعمائه ومسجدكم هذا أيها الإخوة كعادته يفتح باب إفطار الصائمين والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيئا رواه الترمذي ابن ماجا وصححه الألباني فسابقوا إلى أبواب الخير رحمكم الله وبهذه المناسبة أجدد الشكر لكل من بادر إلى الإسهام في خدمات المسجد بعامة وفي خدماته الخاصة بالخدمات الإضافية عندما فتحنا باب الإسهامات فها هي الآن قد أوشكت على الانتهاء وأنتم تشاهدون جهودكم مما يؤكد لكم أن العمل الإسلامي يحتاج إلى جهود جماعية وأيد مخلصة أمينة راعية لتتم الإنجاسات على أحسن ما يكون أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرطى ويعيننا على الصيام والقيام وفعل الطاعات وترك المنكرات إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستفق الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمين والمؤكدين والمؤكدين أصبحته إنه هو رب العظيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون